بسم الله الرحمن الرحيم الأزيز موديل أكاديمي سكول 4th grade grammar unit 9 present perfect بسم الله الرحمن الرحيم رضوة مدرسة أكاديمية العيز النموذجية الصف الرابع الوحدة التاسعة قواعد present perfect المضارع التام Hello everyone, how are you today? I hope you are fine Today we are going to talk about present perfect Present perfect المضارع التام Present perfect Present perfect المضارع التام Present تعني مضارع Perfect time Present perfect المضارع التام Repeat after me Present perfect Excellent Present perfect Very good Present perfect المضارع التام Present perfect المضارع التام Let's start We use present perfect to talk about something Began in the past and distill the case in the present نستخدم الفعل المضارع التام للحديث عن فعل حدث في الزمن الماضي ولكنه ما زال مستمرا في الوقت الحاضر نعيد مرة أخرى أننا نستخدم الفعل المضارع التام للحديث عن فعل حدث في الزمن الماضي ولكنه ما زال مستمرا في الوقت الحاضر لقد تزوجنا منذ خمس سنوات وما زلنا إذن في هذه الجملة تظهر أن الفعل حدث في الزمن الماضي ولكنه ما زال مستمرا في الوقت الحاضر نحن تزوجنا منذ خمس سنوات لكن الزواج ما زال قائما أما عن تكوينة الزمن المضارع التام فهو عبارة عن سبجيكت فاعل ثم has أو have ثم التصريف الثالث للفعل مرة أخرى إذن عبارة عن السبجيكت ثم have أو has ثم التصريف الثالث للفعل في هذه الجملة ثم استخدمنا have ثم التصريف الثالث للفعل past participle ونعني بالتصريف الثالث للفعل أن كل فعل في اللغة الإنجليزية لديه ثلاثة أشكال verb 1 التصريف الأول للفعل أو الشكل الأول للفعل verb 2 الشكل الثاني للفعل أو التصريف الثاني أما verb 3 or past participle فهو التصريف الثالث للفعل we have married نستخدم have أو has حسب المفرد أو الجمع فهذا تستخدم دائماً مع ضمائر المفرد أو الإسم المفرد وضمائر المفرد هي she, he, it فأقول she has he has it has أما have تستخدم مع ضمائر الجمع أو مع أسماء الجمع وضمائر الجمع هي they, we, you ونستخدم I أيضاً لأن I تعامل دائماً معاملة الجمع فأقول I have I have another example أحمد has watched the dishes أحمد has watched the dishes لقد قام أحمد بغسل الأطباق ولكنه ما زال مستمراً في غسلها إن الفعل كان في الزمن الماضي وما زال مستمراً إلى الوقت الحاضر استخدمنا الـ subject which is أحمد ثم has لأن has تأتي دائماً مع ضمائر المفرد أو مع أسماء المفرد وأحمد شخص واحد إذن هو شخص واحد ذلك استخدمنا معه has ثم التصريف الثالث للفعل watch يغسل watch تغسل بإضافة el-ed إلى آخره another example have you watched TV have you watched TV هل شاهدت التلفاز جاءت هنا الجملة بصيغة السؤال وعند السؤال نبدأ مما بهاز أو هاذ هاذ إذا جاء بعدها أحد ضمائر المفرد أو أسماء المفرد وهاذ إذا جاء بعدها اسم جمع أو أحد ضمائر الجمع ونعيد ونكرر أن هاذ تأتي مع she he و it أو الاسم المفرد وهاذ تأتي مع they we you و I أو مع أسماء الجمع ويقول الجواب إما بyes أو no فأقول yes I have أو no I haven't yes I have عند الإثبات و no I haven't عند النافي yes I have no I haven't ملاحظة قمنا بتحويل الضمير you إلى I عند الإجابة لأنه من المنطق أن نقول هل شاهدت أنت التلفاز فتكون الإجابة نعم لقد شاهدته أنا إذن عندما يكون الضمير you في السؤال تكون يقوم بتحويله إلى I عند الإجابة another example have they finished their homework have they finished their homework هل انتهوا من كتابة الواجب إذن بدأنا هنا السؤال be have لأنه جاء بعدها ضمير الجمع they ثم وضعنا التصريف الثالث للفعل أو past participle finish ينهي finished أنهى بإضافة el ed إلى آخره ثم قمنا بوضع الquestion mark في نهاية السؤال وعند الإجابة قمنا بوضع yes عند الإثبات وno عند النفي yes they have yes ثم subject ثم have ووضعنا no they haven't عند النفي ونقول دائما أن not هي عبارة عن أدالي النفي إذن not هي عبارة عن أدالي النفي for example has the government finished the new project هل انتهت الحكومة من المشروع الجديد إذن بدأنا السؤال بهاز لأنها تبعد the government الحكومة إذن هي عبارة عن اسم مفرد لذلك بدأنا السؤال بهاز ثم وضعنا التصريف الثالث من الفعل finish finish finished ثم أنهينا السؤال بquestion mark علامة استفهام عند الإجابة كانت إما بyes أو no وقلنا أن yes تستخدم عند الإثبات وno عند النفي yes it has yes it has أو no it hasn't أو no it hasn't استخدمنا not عند النفي لأنها هي أدالي النفي no ثم it ثم hasn't another example has he done his exercise once again has he done his exercise هل قام بمارسة التمارين إذن بدأنا السؤال بهاز ثم subject لأن هي عبارة عن ضمير المفرد إذن نستخدم معه هاز فتصبح has he ثم التصريف الثالث وهو done فأصبحت has he done has he done done هو التصريف الثالث من الفعل do do did done إذن وضعنا هاز ثم وضعنا he ثم التصريف الثالث وهي done has he done وقمنا بإنهاء الجملة بquestion mark فكانت الإجابة the answer yes he has عند الإثبات وno he hasn't عند النفي نعم قام بذلك أو لا لم يقم بذلك نأتينا the negative النفي يكون النفي دائما باستخدام not أو never لأن not أو never هي أدوات النفي في اللغة الإنجليزية في المضارع التام يأتي النفي بعد الفعل المساعد have أو has إذن إذا أردنا أن نقوم بنفي جملة باستخدام الفعل المضارع التام فأنا نقوم باستخدام never أو not ونقوم وضعها بعد الفعل المساعد have أو has فأقول have not has not مثال they have moved into a new apartment negative they haven't moved into a new apartment إذن قمنا بوضع أداة النفي بعد استخدام has أو have have moved أصبحت haven't moved ونستطيع أن نكتبها بالشكلين وطريقتين صحيحتان إما أن نقول haven't أو have not for example have you ever been to Lebanon هل سبق لك الذهاب إلى ربنان استخدمنا have وتصريف الثالث been إذن ثم وضعنا علامة الاستفعام في نهاية الجملة have you ever been to Lebanon هل سبق لك الذهاب إلى ربنان تكون الإجابة عنها عند الإثبات yes I have وعند النفي no I haven't ونستطيع القول no I have not تستخدم has مع ضماء المفرد she he أو it ويمكن نفيها بطريقة has not لأن نقوم بوضع أداة النفي بعد has أو have for example I have worked as a teacher for three years أنا أعمل كمدرس من ثلاث سنوات إذن استخدمنا I ثم have ثم تصريف الثالث من الverb work work worked he has worked in the hospital since 2015 هو يعمل في المستشفى منذ عام 2015 إذن استخدمنا هي لأنها أحد ضمائر المفرد جاء بعدها has ثم تصريف الثالث للفعل I have bought a car I have bought a car أنا اشتريت سيارة I have bought a car I ثم have لأنها سبقت بأحد ضمائر الجمه ثم تصريف الثالث من الفعل buy buy يشتري وتصريف الثالث منها bought buy bought bought another example we have watched a football match نحن شاهدنا مباراة كرة القدم استخدمنا have لأنها سبقت بwe ثم وضعنا التصريف الثالث من الفعل watch watch you share watch شاهدة إذن عند النفي she he ويت يوضع بعدها has لأن has دائما تأتي مع ضمائر المفرد ثم not فنقول she has not eaten sandwiches once again she has not eaten sandwiches وضعنا طبعا eaten وهو التصريف الثالث من الفعل eat إذن التصريف الثالث من الفعل eat eaten هنا عند النفي وضعنا أداة النفي بعد has فأقول she has not eaten sandwiches وعند استخدام ضمائر الجمع they have not eaten sandwiches وضعنا subject ثم have ثم وضعنا أداة النفي ثم التصريف الثالث من الفعل eat eaten وهناك مجموعة من الدلائل تثبت أن نحن نحن موجودون أو نقوم باستخدام الفعل المضارع التام وهي either never since for already إذن هذه مجموعة من الدلائل أو الكي بوردز على استخدام الفعل المضارع التام وهي ever never since for already what about our homework today ماذا عن واجبنا لهذا اليوم write down three sentences by using present perfect المطلوب هو كتابة ثلاث جمل باستخدام الفعل المضارع التام good luck you're teacher نديل محرات goodbye bye ANK you ! موسيقى ساعدك